دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرر ما تسمى لجنة التخطيط والبناء الاسرائيلي بهدم واخلاء نحو مئتي منشأة خاصة في حي واد الجوز بالقدس المحتلة الامر الذي يعني سيطرة الاسرائيلية على المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين هذا واشرت الوزارة الاعترافات بتبني ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مشاريع الضم التي ينفذها الاحتلال في القدس المحتلة والاغوار منذ زمن واوضحت الخارجية الفلسطينية ان وجود تطابق بين اوامر الاخلاء الاسرائيلية وبين خطة ضم اراض فلسطينية ما هي الا دليل على الاجراءات والتدبير الاستعمارية التوسعية التي تهدف الى تكريس ضم القدس وفرض ما يسمى بالسيادة الاسرائيلية على مناطق الاغوار منذ سنوات